دخول الثقافي وكذلك مستشرة ثقافي بوزارة الثقافة مساء الخير سيدتي الكريمة مرحبا بكم مساء الأنوار أهلا ومرحبا بكم وشكرا على الاستضافة الكريمة شكرا لك إذن كما كنا نشوف من خلال هذا التقرير هذا العام سيكون فيه دخول ثقافي وهو لأول مرة في الجزائر سيكون الافتتاح مساء اليوم إن شاء الله لكين تكلمنا سيدة سمية على مفهوم هذا الدخول الثقافي بسم الله الرحمن الرحيم فعلا اليوم نحتفل بالدخول الرسمي الثقافي لسنة 2020-2021 هذا الدخول الثقافي الذي يحمل دورة الكاتب الراحل الكبير محمد ديب تحمل هذه التظاهرة شعار ثقافتنا في تنوعنا ووحدتنا الدخول الثقافي ما مفهومه ولماذا هذه السنة بالذات طبعا سوف يكون هذا الدخول الثقافي حدثا قارا لهذه السنة والسنوات القادمة بإذن الله مثل ما نعلم هناك الدخول المدرسي هناك الدخول الجامعي الدخول كذلك الاجتماعي قررت السيدة الوزيرة وزارة الثقافة والفنون أن يكون هناك أيضا حدثا قارا بالنسبة للثقافة بالعموم ألا وهو الدخول الثقافي فعلا كان ينقصنا مثل هذه المبادرة من قبل ولم تتجسد إلا هذه السنة نستبشر بذلك خيرا نحن بحاجة إلى دخول رسمي للثقافة نريد أن نستجمع كل مثقفين كل فنانين كي يستعدوا لمثل هذا الدخول الرسمي هو بالأساس أردنا ذلك كي يساهم في التنمية المستدامة للفعل الثقافي بالنسبة للدخول الثقافي كذلك لماذا هذه السنة بالذات ضمن استراتيجية الدولة والوزارة للفنون طبعا والثقافة أردنا أن ننهض بالفعل الثقافي بصفة عامة أولينا أهمية كبرى كبرى للمنجز الأدبي ألا وهو الكتاب خصيصا لهذه السنة والسنوات القادمة طبعا لكن هذا العام رح نكون نولي أهمية أكثر للمنجز الأدبي على غرار الفنون الأخرى مثل الفنون التشكيلية المنجزات المصرحية الموسيقى الفن بصفة عامة السينما ولكن سوف ننهض بالخصوص بالجانب الأدبي ألا وهو الكتاب أن الدخول الثقافي هو مجال للمنافسة المثقفين فيما بعضهم طبعا يمكن لهذا المثقفين فنانين أن يكون الدخول الثقافي مجال للترقب أن يترقبوا كل سنة للدخول الثقافي يستعدون له يعدون العدل للدخول الثقافي كل ينجز مشاريعه يحضرها نحتفي بها دائما بالدخول الثقافي بإذن الله إن شاء الله إذن هذا هو مفهوم الدخول الثقافي حيث يكون هناك منافسة بين المفكرين وهذا هو مفهوم فيما يخص الآن ركزتم على عدة تأنيقات من بينها ركزتم على فئة الشباب لماذا ركزتم على هذا الفئة بالذات؟ هل هي استراتيجية من طرف وزارة الثقافة لدعم الشباب؟ أكيد هي خطط الوزارة هذه السنة أن نبتدأ بالخصوص الاهتمام بالشاب المثقف والفنان في كل خصوصاته الإبداعية هذ الشباب بصفة عامة يحتاجون إلى الاحتواء إلى الدعم إلى المرافقة طبعا من قبل الجهات الوصية وبالنسبة لقطاع الثقافة والفنون أولد السيدة الوزيرة أهمية كبرى للشباب في كل مجالاته ولكن خاصة كذلك أولي أهمية للكتاب في هذا الخصوص كذلك من ضمن البرامج القارة في الدخول الثقافي لهذه العشر أيام الأولى من الاحتفاء به سوف يكون برنامج قار وهو لقاء السيدة وزر الثقافة والفنون بالشباب المثقف من كل ربوع الوطن سوف يكون ذلك غدا أظن على الساعة السادسة ونصف مساء لم يحد المكان بعد سوف تسمع السيدة الوزيرة إلى إنشغالات كل الشباب في كل مجالاتها الفنية والثقافية سوف تقترح عليهم مشاريعنا القادمة استراتيجية الوزارة ولكن كذلك سنستمع إلى مقترحاتهم إلى إنشغالاتهم في هذا الخصوص ماذا يأملون في شأن المنجزات التي يريدون تطبيقها عبر المؤسسات تحت الوصاية وكذلك بماذا نستطيع أن نساعدهم أكثر نحن لقد خصصنا برنامج خاص للدعم والمرافقة لهؤلاء الشباب المبدعين ولكن كذلك نريد الاستماع لهم ولكل ما يأملون له في هذا الخصوص إذن من أولويات هذا دخول الثقافية مرافقة الشباب ودعم كذلك الشباب الذي سيكون ابتداء من يوم غد إن شاء الله كذلك لو نتكلموا على ركزتم على المنجز الأدبي لماذا ركزتم على هذه النقطة؟ ما هي استراتيجية هذا الدخول الثقافي؟ في الحقيقة الكتاب لقى في الآوين الأخيرة بعضا من التهميش لن نقول كثيرا خاصة مع إلغاء صالون الدولي الكتاب؟ وخاصة طبعا هذه السنة مع إلغاء صالون الكتاب الدولي سيلة وجدنا أنه سيكون إجحاف في حق المؤلفين في حق دور النشر في حق هؤلاء الكتاب الذين كانوا يأملون أن يكون متوجدين بأعمالهم أن يكون لهم لقاء مباشر مع المتلقي مع قراءهم وفي الحقيقة أنه قبل ما يجي المسألة تاعة الكوفيد كانت عندها النهوض بالكتاب هو من ثمن أوليات برنامج هذه السنة للوزارة كان بين الأولويات والكتاب وعلى غرار هذه الجائحة نحن وصعنا أكثر في دائرة الاهتمام بالمنجز الأدبي بكل مجالاته طبعا بكل اختصاصاته من أدب من رواية من شعر من نقد من كل شيء نعم خلال هذه المدة التي ستستمر إلى غاية السابع من أكتوبر يبدأ من مسأل اليوم لو نتكلم فقط على البرنامج البرنامج المسطر خلال هذه الأيام ربما أنت مدينا تفاصيل كل يوم من أيام هذا الدخول هو في حوزة الآن وللتنويه قبلا أنه سوف تنتغلق فعالية الدخول الثقافي لهذه السنة عبر العاصمة اليوم وكذلك في نفس الوقت عبر مديريات الثقافة والفنون لكل ولايات الوطن بالتزامع الافتتاح الرسمي بالعاصمة بالنسبة للبرنامج المفصل الذي سوف يدوم عشرة أيام ابتداء هذا اليوم اليوم الافتتاح الرسمي سوف يكون تشكيلة جميلة جدا ومتنوعة تخص جناح محمد ديب هو جناح يضم كل أعمال محمد ديب الأدبية ودراساتها النقدية بخصوص الدراسات التي رفقت الكاتب الراحل هناك كذلك معرض للفنون التشكيلية معرض للإنتاجات المسرحية من إنتاج المسرح الوطني والمسرح الجهوية المرافقة له هناك كذلك عرض بغنجة وأنصار من مسرح الشارع وهذلك إنتاج المسرح الجهوي لقصنطينا دقيقة صمت رحما على روح الفقيد حمدي بناني رحمه الله السيدة الوزيرة والفنون سوف تكون لها طبعا كلمة رسمية وافتتاحية سوف يكون هناك كذلك الكثير من الأنشد الوطنية من تقديم طلبة المعهد الوطني العالي للفنون والموسيقى قصائد وطنية شعر سوف نكرم كذلك شعراء الذين فازوا في مسابقة الشعر وهناك أيضا ضمن البرنامج بورفرمونس حكواتية وعرض كوريغرافي الأرث الأبدي وذلك من إنتاج لوانسي الدوان الوطني للثقافة والإعلام بالإضافة إلى بعض الفقرات الأخرى التي لن أفصح عنها اليوم سيكون في الأجيام اللاحقة إن شاء الله إذن هذا البرنامج المفصل برنامج اليوم تكلمت سيدة سومية على أنه ستكون الإطلاق بالجزائر العاصمة هل هذا الدخول الأثقافي سيمز الباقي أنحاء الوطن يعني 48 ولاية أو جزائر العاصمة فقط لقد ذكرت سالفا أنه سيكون بالتزامن مع كل ولاية الوطن كذلك سوف نراعي البروتوكول الصحي نحن على مستوى العاصمة وعلى مستوى كامل القطاعات الولايات عبر الوطن البرنامج كذلك متنوع فيه الكثير من الندوات الثقافية والفكرية في كل الخصوصات الفنية والثقافية هناك ندوات فكرية في المنجز المسرحي دراسات ومحاضرات هناك كذلك ندوات في الشعر الفصيح والشعر الملحون أيضا هناك عروض فنية للحكواتية كي يكون البرنامج متنوع على مستوى كل أشكال الثقافية كذلك أشركنا دور النشر لكي يقوموا باستضافة كتابهم الشبان وصينا نركز على الكتاب الشباب لدينا لهم منجزات جديدة في كل المجالات الإبداعية سوف يكون كذلك حضور لبعض القامات الأدبية طبعا ما نقدرش أحنا الشباب يبدعوا بدون الرجوع إلى اللباز الأساس في كل مجال لازم نرجع للأساس كي لا تهمش الفنون بلتو إذن كذلك سوف يكون هناك أغماج تكريم للمؤرخ الراحل عبد المجيد مرداسي رحمه الله سوف يكون البرنامج متنوع وفي أماكن مختلفة قصر الثقافة درعب لطيف وكذلك المكتبة بقصر الثقافة بالنسبة لحفظ الاختتام لم يحدد بعض لأن البرنامج مازال في تطور فقط لكن نشوف أن دخول الثقافي في عادة مجالات متنوعة لكن ما هي أولويات هذا الدخول الثقافي؟ ربما نتكلمه على هل سيمسوا مناطق الظل كنا تكلمنا عليها سابقا سيدة سومية أولويات الدخول الثقافي هو إيصال كل الثقافة بكل اختصاصاتها إلى مناطق الظل هذه الاستراتيجية أنا أتحدث دائما على ما قبل الكوفيد لأن هذه خطة وزاعة الثقافة قبل ما ظهر هذه الجائحة وبالتزامن مع هذه الجائحة لقد شددنا طبعا الرقابة وقلصنا في بعض البرامج التطبيقية والميدانية ولكن بإذن الله نتمنى من الله أن يرفع علينا هذا الوباء بالنسبة لمناطق الظل أولينا أهمية كبرى وخاصة لمناطق الظل كي يوصلهم منتوج الثقافي وذلك عبر كل المنشآت الثقافية تحت وساية الوزارة بهذا الخصوص أفتح قوسين أنه تم لقد وصلتنا إلى الوزارة كثير من انشغالات شباب مناطق الظل كتبوا إلينا إلى الوزارة المركزية وقد تلقينا انشغالاتهم ونحن بسدد يعني أحنا حتناهم في البرنامج العام للدخول الثقافي هذه السنة وكل السنوات القادمة الشباب مناطق الظل مبدعون ولهم اهتمام خاص بإذن الله يعني يكون على مناطق الظل فقط كسؤال الأخير هل ستكون ندوات فكرية عبر الأرضية الرقمية؟ نعم طبعا كل الندوات والفعاليات الافتتاح على مدار ليس فقط عشر أيام على هذا الموسم سوف يكون بالمناصفة بين الواقعي والافتراضي طبعا عبر الموقع الافتراضي للوزارة وكذلك خلايا الإعلام بكل المؤسسات الوانسية الارق و باليد لا كولتور إلى مينيستير بسر إذن ستكون فيه خلال عشرة أيام ندوات فكرية شكرا لك السيدة سوميا حشيفا كنت معي على مباشر عضو بلجنة تنظيم الدخول أثقافي شكرا لك